نستهل جولتنا في قراءة أبرز الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين حيث أفادت صحيفة الشعب أن الرئيس الصيني شي جينفينغ تلقى صباح أمس مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي جو بايدن حيث أجرى الزعبان خلال تبادلات استراتيجية صريحة ومعمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزت اليومية أن الرئيس الصيني أكد أنه يمكن للإدارات المعنية في البلدين أن تواصل انخيراتها وحوارها لدفع التنسيق والتعاون بشأن قضايا التغيير المناخي والاستجابة لكوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي وكذلك القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية من جانب تضيف الصحيفة قال بايدن إن البلدي ليس لديهما مصلحة في ترك المنافسة تنحرف إلى الصراع وأن الجانب الأمريكي ليس لديه أي نية لتغيير سياسة الصين واحدة على صعيد آخر ذكرت جلوبال تايمز أن وزير خارجي الصيني ووهي بدأ جولة رسمية لمدة أسبوع لأربع دول مجاورة يزوروا في محطتها الأولى فيتنام في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها لزعزعة استقرار المنطقة وفي الهند كتبت صحيفة هندوستان تايمز أن وزير الدفاع الهندي ونظيري الأسترالي ناقش يوم أمس الوضع الأمني في أفغانستان وتداعيات على المنطقة وكذلك القضايا المتعلقة بالمحيطين الهندي والهادئ وخطوات عزيز التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر